أريد أتكلم معكم عن اللي بيحصل في منشستر يونيتد والفيديو الجاي كلام مخصص عن مدرب منشستر يونيتد فاستنوا الفيديو الجاي حد يفهمنا يا شباب إيه اللي بيحصل في اليونيتد يعني حرفين لما بيلعبوا كويس ما بيكسبوش خالص بيلعبوا عادي بيتعدلوا ويخسروا اللي هو اللعب عادي هنصدد دخيلة زي ما قال إحنا مصحور لينا لك أن تتخيل أن كريسيا أونالدو في 2022 لعب عشر مباراة ما سجلش غير هدف واحد ما عملش أسيستات لك أن تتخيل أنت بقى مع نفسك لأ وكمان لك أن تتخيل أن اليونيتد عد خلاص مبارياته السهلة وداخل في شهر مش طبيعي بصوا معايا كده اليونيتد في شهر يمارس هيلعب مانشستر سيتي بعدها توتنام دفر الدوري بعدها تليد كومادريد في دور الأبطال هيرجع من ماتشاة تليد كومادريد هيلعب ليفربول بعد ليفربول هيلعب ليستر سيتي في أول إبريل لما الماتشاة السهلة اليونيتد بيتعدل ويخسر هيعمل ايه في الماتشاة دي؟ هيعمل ايه؟ اي مباراة من المباراة الجاية دي؟ لو خسروا اليونيتد مباراة ومباراتين مش هيعرف يدخل التوب فور أبداً في الفيديو ده هتكلم عن مدرب منشستر يونيتد رانجينيك المظلوم والله مظلوم جداً هقول لكم دلوقتي ليه؟ عشان تفهم ان المدرب كويس جداً والمشكلة مش في المدرب وهثبت لك دلوقتي طيب أول حاجة من مانشستر يونيتد ضد واتفورد انتو شفتوا مانشستر يونيتد كيف تلعب ازاي؟ طب محدش سأل مانشستر يونيتد ضد نفس الفريق من شهرين ولا ثلاث شهور مع سلشاركة عاملة ازاي؟ محدش سأل نفسه السؤال ده يطرا ايه اللي تغير في اليونيتد يطرا؟ المدرب صح؟ مانشستر يونيتد مشكلة مش في المدرب المشكلة في اللعيبة اللعيبة بمعنى اصح مش بتلعب بروح مش بلعبوا رجالة في الملعب مش عندهم حد يخافوا منه عشان يثبتوا نفسهم او معندهمش حاجة يخافوا عليها بمعنى اصح فبالتالي كل جامهير يونيتد بتزوم على المدرب لانهما مش عارفين الغلط عند مين سيناه المدرب اللعيبة الوحيد اللي فيه ساعات بتكون تغيراته تشوفوا اليونيتد كان فيه من كم شهر وبقى فيه حاليا مشكلة في اللعيبة اخبار عسى رياسة بعد مباراة توتوني وليز يونيتد اللي خلصت اربعة سفر طبعا احنا قلنا ان ليز يونيتد اقالوا المدرب بيالسة خلاص هتكلم عن شرطة حصياته عن الماتش ده هاري كين الوحش الكاسر ده اللي اخيرا فق في الموسم بعد ما سجل في شباج ليدز بيقلص الفارق بين روني وهاري كين بمعنى ايه هفهمك اكتر واين روني سجل اربعة وتسعين هدف في امتين تلاتة واربعين مباراة خارج الارض في تاريخ البريمورليج وحاليا هاري كين مسجل تلاتة وتسعين هدف في مية سبعة وتلاتين مباراة فقط انت شايف عدد المباراة قديه فرق وخلاص هاري كين فادله هدف واحد دي اول حصائية تانية حصائية هي عبارة عن سن وهاري كين مع بعض هاري كين وسن بقى هم اكتر سنائي بيساهموا في الاداف مع بعض في تاريخ البريمورليج كله لك ان تتخيل ان السنائي ده افضل من سنائي بوجبا ولمبرد بستة وتلاتين جول بس وافضل من سنائي اغوير ودييفيد سيلفا اللي هم تسع وعشرين جول التاريخ بيتكاتب كده ليهم وهم يستحقوا الصراح هم اللي شايلين توتونام